موسيقى موسيقى الأخوة المشاهدين طابة أوقاتكم ونحييكم من جديد في برنامجكم برنامج وسم ودائما نبحث عن كل موضوع الأمانة فيه فائدة للمجتمع بشكل عام وحنا دائما نفيد ونستفيد ونعلم بأن خلف الشاشات الكثير من المشاهدين اللي عندهم علم ودراية في مثل هذه المواضيع ولكن حنا يعني مجرد تذكير وتنبيه ومجرد حديث عن مواضيع عامة الكل يعني صراحة تهمة والكل يعني يعني يعيشها ويمر فيها وحنا اليوم للأمانة مختارين موضوع يعني بسيط وخفيف وجميل وله غاية الأهمية في مجتمعنا وهو موضوع التفاعل وأبو عبد الله اليوم جايبنا معلومات وجايبنا أفكار وجايبنا سؤال حلوة عن هذا الموضوع الله يرضى عليك أخوي بمطلق سعيد بلقائك ولقاء الأخوة المشاهدين اليوم ما يخفى عليك كثيرا نحن محتاجين إلى هذا الموضوع من القيم المفيدة والمهمة جدا لأننا نستدعيها في هذا الوقت وفي كل وقت يعني التفاعل المفروض أن يكون مصاحب للإنسان في كل أحواله والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدثنا عن هذه القيمة لما قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبوني الفأل الصالح الكلمة الحسنة طبعا فسر الفأل الصالح مبعثة هو الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة هي تشيع الفأل بين الناس الكلمة الطيبة التي تأتي في موضعها وتسكن الثائر وتهدئ الإنسان الغاضب مثلا أو تفتح لمنافذ الأمل إنسان اليائس يحتاج إلى كلمة يعني تبصره بأن الخير بقبال إن شاء الله مثل ما يقولون أهلنا الكويتين يعني من الأشياء التي تساعد على تمكين مفهوم أو موضوع التفاؤل التفاؤل يتحدث عن مسألة في المستقبل المستقبل مجهول ما أحد يعلمه المستقبل عند الله سبحانه وتعالى مهما أتى المنجمون والسحرة والكهنة هذولي كلهم يضربون أخباص بأسداس ما يدرون عن حال أنفسهم فالمستقبل لا يدري به لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى فما دام إنه مخبوء عند الله سبحانه وتعالى فينبغي علينا أن نحسن الظن بالله يعني الله سبحانه وتعالى يحفظ المؤمن في حديث قدسي أنا عند ظن عبد المؤمن فليظن نبي ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ومن الأشياء في الحقيقة التي تساعد الإنسان على فتح منافذ الأمل في الحياة وهو موضوع إيمان باليوم الآخر لأنه يمثل تعويض رباني عظيم جدا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أيضا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالإنسان الموجوع المتألم في الحياة اللي أصاب قسور اللي أصابته يعني بلاء أي نوع من أنواع البلاء التعويض عند الله سبحانه وتعالى الأجور الإيمان والسكينة والطمأنينة والذخر في الآخرة المذخور للإنسان علشان شديد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة يغمس ثم يسأل هل أصابك بلاء أو ضر قط قال لا والله يا رب الغمسة هذه نسيت كل اللي طف والنبي والله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه الصعوبات طبعا أعرض عنه أهل مكة حينما دعا دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فما استجابوا لا وأعرضوا فذهب إلى أهل الطائف ونعلم ما الذي أصابه عند أهل الطائف هنا الله سبحانه وتعالى يعني هدأ بكلمات حينما أنزل عليه قوله تعالى وَالضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى علماء اللغة اليوم يعني لما تبصروا أكثر في هذه الآيات وجدوا أنها متطابقة مع احتياجات النبي صلى الله عليه وسلم من فتح منافذ التفاؤل والأمل لأن الألفاظ أصلا هادئة الصور الموجودة في الصورة في الصورة هادئة الضحى هو أهدأ فترات النهار الليل أمته إذا سجى وهدأ لأن مثلك عارف الليل يعني كما قال الشعراء سابقا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأصناف الهموم اللي يبتلي وقول آخر إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا صح ولا لا بالليل تأتي البلاوي وهاتف الليل تليفون الليل مفزع يخرع ما تدريش بيجيك فيه فعلشان شديء الله قال ما ودعك ربك وما قلع ولا الآخرة خير لك من الأولى الله يا سلام يا أبو عبد الله هذا كلام يدعو فعل التفاؤل ويدعو للطمأنينة وحنا ما زال الأمانة عندنا تعليق وعندنا أفكار إن شاء الله أكثر ولكن عندنا هالفاصل الخفيف البسيط ونعاود إن شاء الله حلقتنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نتابع الحديث معكم حول هذا الموضوع اللي اليوم في ظروف الحياة وتقلباتها وصروفها المختلفة نحتاج إلى استدعاء وتطمين النفس بمثل هذه الموضوعات التي تمسح على قلوبنا وتذكرنا بالأمل بالله سبحانه وتعالى وضرورة التفاؤل وأنه من سمات الإنسان المسلم المؤمن أتابع الحديث معكم وأكيد أخوي بمطلق لديه الكثير حول هذا الموضوع فإليك تتحفنا في هذا الموضوع الله يعزك أبو يبد الله لما نتكلم عن التفاؤل نتكلم عن قضية الأمانة كبيرة جدا وهذه القضية يملكها الإنسان يملكها بتقبل الواقع بأمله بالقادم يعني إنسان ما حد يقدر يخليه متفائل هو من نفسه ممكن يكون متفائل وسبحان الله حتى لم نسمع مشعراء يعني في بيت مشهور لما يقول أمل النفس بالأمال أرغبها صح أو لا نعم وعللوا النفس بالأمال أرغبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل فالإنسان سبحان الله بدون تفائل حياته كئيبة وبدون أمل حياته مملة ومحزنة فالإنسان دائما سبحان الله يتفائل ويبحث عن التفاؤل يعني حنا بعد ما ودنا بعض الناس يسأل عنده بحث وتحري عن مواطن الحزن ومواطن الكآبة خل البحث وتحري عن مواطن التفائل والسعادة ابحث عنها فتش عنها رح تلقاها موجودة ومثل ما يقولون أخوانا التربويين تمتع بالموجود ولا تحزن على المفقود فحنا يعني حتى لما نتكلم سبحان الله الآن حتى في بعض الشخصيات يا أبو عبدالله سبحان الله شخصيات طبيعتها إيجابية ما شاء الله تبارك الرحمن نعرفهم بالأسماء وكيد أنت عارف أخوانا مشاهدين كذلك مرة عليهم بعض الشخصيات لما يسترجع شريطي يعني علاقات وكذا يشوف فعلا في ناس إيجابية يعني بعض الناس سبحان الله حتى وانت متكدر وحتى أن الدنيا ممكن مظلمة في وجهك تلقاها يبسط لكل أمور يقول لك يعني لا ترى الأمور بخير وتجد بالمقابل ناس سلبيين يعني حتى أننا يعني كذلك المختصين التربويين يقولون أهربوا من الناس السلبيين وهربوا من الناس السوداوين والمحبطين يعني حتى بعض الناس حن نشوفهم في مجالسنا وحيانا في بيوتنا موجودين تجد بعض الناس تقول لك تخرح اليوم أن أياكل مكان فلاني لا يمعود مكاذة زحمة وما نقدر نوصل طيب خان سافر الدين الفلانية لا يمعود حين ما تريد مطار شنو ظروفها طيب خان سير على أبو عبد الله أن تقاهوا عنده لا أبو عبد الله يجيه سي من الناس مزعج وكذا ما تستنس عنده طيب مو معقولة عندك قاعد دمر صاحبك بالطريقة هذه يعني حتى بعض الناس تلقاه دائما كثيرة الولاويل تلقاه في الدونية قاعدة وعند إخوانها وعند أصدقائها وسبب لهم يعني عالم سوداوي محبط الدنيا مزينة الحياة تغيرات راح والناس الطيبين حياتنا كلها كيبة يا حلو أيام قبل صح أيام قبل حلو أنت منها بس هم حنا في حمد الله في ظروف طيبة وفي رخا وفي راحة يا رب لك الحمد والكمال لله دائما سبحان الله يعني أنا حتى عندي رسالة بسيطة الأمانة أقدمها يعني الأخوان المشاهدين وأقدمها النفسي قبل المشاهدين وأقدمها للشعراء والصحفين والكتاب والناس اللي دائما موجودين في الإعلام واللي لهم ظهور يعني تواجد لا يكونون يعني محبطين ولا يكونون سلبيين يعني أنا والله يا أبو عبدالله الآن عشاك ما شاء الله برامج التواصل الاستماعي يعني ما أود أن نسميها كثيرة تشوف بعض الناس يتكلم كلام يعني صراحة منفر يعني بعضهم أنا أقرأ يعني أستغرب منه حتى في التلفونات يعني شوفوا يحطون في بعض التابعهم بعضهم يقول أنا يعني يليتني ما صاحب تحت ويليتني ما خاوية تحت عجيب ويا حسا في الأيام اللي قضيناها مع الناس الله ويا حسا في الطيب اللي قدام لنا للناس أعوذ بالله يعني ما لهذه الدرجة يعني هذا ترى كلام سوداوي نعم ومدمر ترى الكلام اللي قاعد تقول أنت قاعد تقول يمكنك مقهور أو منزعج وترى حيانا بعد الأمانة يعني نحن ما أود لعاد ألقاتهم فصل بهذه النقطة أحيانا ترى لما تبحث يعني خلف الكواليس تجد أنه هو السبب في المشكلة الشخص هذا اللي قاعد فأنت ترى وراك يعني عيالك وراك أخوانك وراك بعض صديقائك ترى قاعد يتابعونك وقاعد يشوفوا الكلام المؤثر أنت قاعد يعني قاعد تسود الحياة بوجه الناس نعم وتجد بعض الناس سبحان الله يعني يعني كله متذمر يعني الآن حتى الشعراء أنا يعني أتمنى أتمنى منهم يعني يطرقون صراحة باب الأمل ويطرقون باب يعني المحبة ويطرقون باب أن الصداقة شيء عظيم وأن فيه أصدقاء طيبين وفيه جيران طيبين وفيه أبناء طيبين وفيه أهل طيبين ليش دائما الواحد يا حسافة اللي قدمناه ويا حسافة اللي عطيناه ويا حسافة والبعد عن الناس خيرة والبعد عن ناس عن ضجة الناس هذا يعوذ بالله حتى مخالفة ديننا يعني صلى الله يقول من خالط الناس وصبر على ذاهم خيرا ممن لم يخلط الناس نعم فسبحان الله هذه يعني ما تقول بعض الأشياء اللي حنا شفناها الأمانة وأنا يعني أستذكر بعض الأبيات الجميلة جدا سبحان الله يعني بيت جميل لإمام تركي بن سعودة وشاعر معروف رحمة الله عليه كان يقول طال عمرك هكفخ بجنحان السعد لا تدرع فالعمر ما يقاه كثرة من داري الله شوف ما في يد المخلوق نفع وضرع وما دبر الوالي على العبد جاري والثاني شي يقول بعد يقول يوم شفتني الكفن ما له مخابي كل ما يطري على بالي شرقتني يعني يتردني فاني واستمتلك هذه الحياة وكانوا هنا حتى نختم في هذه الأمثال البسيطة كانوا إيجابيين ويدعوا للتفائل كانوا حتى كانوا يقولون إذا أحد تعرض الحادث أو تعرض المشكلة فيقولون في الحديد ولا في العبيد يعني هذه من الكلمات كانوا يقولونها دائما وكانوا حتى يقولون لا سلم العود الحال يعود فدائما ندعو الإيجابية ندعو للتفائل ندعو للفرحة ندعو للسعادة وفتشوا عنها راح تلقونها موجودة صحيح أحسنت أخي بمطلق على هالشواهد الجميلة وهالمواقف والموضوع الثري هذا أنا متأكد أن هناك مضامين بعد أكثر في الموضوع هذا لكن سبحان الله الوقت يعني لا يتسع فهي دعوة للتفائل والأمل وعلاماتها من خلال الكلمة الطيبة وأيضا الابتسامة أمام ظروف الحياة المختلفة تقبل الله مننا ومنكم صالح العمال ونلتقيكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة